كشف تقرير اقتصادي صادر على المؤسسة العربية لضمان الاستثمار واتمان الصادرات لقطاع البنية التحتية ونشاط البناء في الدول العربية تصدر مملكة البحرين دول الخليج في نمو نشاط البناء وتوقع تقرير ان ترتفع مساهمة نشاط البناء في النتج المحلي الاجمالي الى 14.9 مليار دولار في عام 2030 توصل مملكة البحرين العمل على تعزيز قطاع البنية التحتية وفي هذا الصدد كشف تقرير صادر عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار واتمان الصادرات لقطاع البنية التحتية ونشاط البناء في الدول العربية عن تصدر مملكة البحرين دول الخليج في نمو نشاط البناء ما يؤكد على اهتمامها الواسع في تطوير بنيتها التحتية ومشاريعها العمرانية التقرير توقع ان ترتفع مساهمة نمو نشاط البناء من الناتج المحلي الاجمالي الى 11.3% عام 2030 بعد ان سجل 8.7% عام 2024 بقيمة قدرها 9 مليارات و400 مليون دولار امريكي لذات الفترة مما يسهم في ارتفاعه الى 14 مليار وتسعمائة مليون دولار خلال عام 2030 كما كشف التقرير عن تصدر ثلاث شركات بحرينية لقائمة اهم عشر شركات مستثمرة في نشاط البناء في الدول العربية خلال الفترة من 2003 حتى 2024 حيث جاءت مملكة البحرين ضمن اهم الدول العربية المستقبلة للمشاريع في نشاط البناء خلال الفترة من 2003 حتى 2024 ب57 مشروعا بكلفة استثمارية تصل الى 16 مليار و500 مليون دولار امريكي ليسهم هذا الانجاز بشكل كبير في تعزيز الاقتصاد الخليجي ككل ويدعم تطلعات مملكة البحرين نحو مستقبل اقتصادي مزدهر ومستدام اشتركوا في القناة